مفاجأة من العيار التقي اللي كانت تلقاها المغنية يعني من طرف الطالق ديالها بعد علما بالخبر أنه غير طالب في الأيام القليلة القادمة بتقسيم جميع الممتلكات اللي كانت تطبينه وما بين هذه المغنية الأيام اللي كانوا متزوجين بما فيها هذه الفيلة المتواجدة بمدينة مراكش وكذلك الشقة المتواجدة بحي قليل في أرقى أحياء المدينة كذلك السيارة اللي كان هدها لها بمناسبة العيد ميلاد ديال المغنية على أين هذا الخبر إخواني إخواتي اللي صراحة أن تلك الصائقة على هذه العائلة وكيحاولوا يعني قدر مستطاع أنه ميتمش تقسيم هذه الممتلكات خصوصا وأن المغنية كتحاول أنها تبت وسائل الإتبات أن كل شيء مكتوب على الاسم ديالها لكن هذا الطالق دياله للأكيد عنده ما يفيد وعنده الأدلة اللي غيمكن أنه يوصل يعني لهذا التقسيم ديال هاد الممتلكات خصوصا ربما ربما بين قوسين إخواني إخواتي هاد ترك يعني يعني خرج يعني بهذا الخبر على أساس أنه مغيسكتش على الحق دياله خصوصا وأمام التعنت ديال هاد المغنية على أساس أنها يعني ما تعطيش يعني يشوف ابناته وهذا الشي اللي خلق واحد الأزمة كبيرة مع هاد المغنية خصو أنه كنا كنشوفه مؤخرا كيخرج في تيك توك ربما يعني واحد العقدة ليوصل لها على أساس أنه يتكلم عن البنات يعني كي يروح التحدي فذلك تيك توك وكذلك يعني هاد شي كامل كي يحاول أنه يوصل رسالة لهذا المغنية أنه ما زال واحد إنسان متمسك يعني ما زال إنسان قوي شخصية وأنه ما غيتنازلش على الحقوق دياله ولازم أنه غيشوف أولاده بناته وكذلك هذيك التروات أو ذيك الممتلكات اللي كان يعني كتجمعه بينه وبين هاد المغنية بين في هذيك الفيلة فالأكيد أنه غير طالب بالحقوق دياله بعد ما غير تم يعني توكيل واحد المحامي يعني بالمغرب على أساس أنه يدافع على هذ القضية ربما عنده وطائق إتبات اللي كتبت فعلا أنه فعلا يعني ذيك الفيلة مكتوب يعني خمسين في المئة خمسين بمئة بناته وهذا شي اللي غير خلق واحد المشكل الكبير لهذا المغنية وكذلك الهائلة دياله فكما هو معلوم إخواني أخواتي العلاقة اللي كانت يعني مستمر بناته ماذي قبل السنوات اللي تكلت بالزواج بعد ما كان يعني تخرجات موحد برنامج أجنائي المرتبة التانية وكان هو فعلا هذا التعليق معجب بالصود دياله وفي نص الوقت كان طامع أنه يربع على ظهر الفلوس كذلك هي يعني كانت قبلات في هذا الزواج فورا يعني بالرغم من الفارق ستين بيناتهم يعني السيدة قبلات على أساس حتى هي كانت طامعة يعني كانوا في هذا الزواج مصالح يعني هذه نقطة مهدمة زواج مصالح يعني بعد ما يعني تزوجوا واستقروا بدولة البحرين وهذا المغني يا إخوان إخواني كانت تائما بسبب ذلك الصوت دياله اللي صراحة الصوت جميل يعني نقدروا ليس قبل مقدروا أننا ننكره فسيطة تبقى تتغني في الحفلات والعراسة الأماراء والرؤساء وإني واجناته أموال طائلة قبل ما يستقروا بمدينة مراكش بالمغرب وشريو واحد الفيلة واللي كانت هاد فيلا إخواني 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 أغرب لنأكد لكم كانوا أحد العقد بين هوا وبين هذا الطريق ديالها ربما هذه وسيلة اتبات كون انه يطالب الحقوق دياله على اين هذا الشيء غير نتكلمه فيه فبعدما استقروا بمدينة موراكوش قد نكمل على المشوار دياله كتغنيتها اياف الحفلات مهرجانات كل شيء الامور غادية قبل ما تحصل في هذه القضية ذي الحساب حمزة مون بيبي وهنا في انفاجرات مجموعة من المشاكل بيناتهم على اين شنو غير هذه المغنية فبعد التفكير الطاويل حاولت انها تتخلص من هذا الطريق دياله باي وسيلة بعدما عرفت انه يخونها خصوانه يتكلم عن الفتيات وحتى هذه الصديقة دياله ليه غرامور قتلها في يوم الايام ان الزوج دياله الكراكي تبسي لليه وفعلا حصلت عليها بجموعة من الاشياء وبقات الشكوك ان تأكدت من هالشكوك الى ان جاء يعني في الصيف يعني الماضي الفين واثين وعشرين قبل ما تورطوا في هذا المكلامه وفعلا سيد مشى المدينة تيطوان وحاول انه يلتقي بهذه السيدة وهذه السيدة وهذه السيدة كونها هي فهي الا الزوج ديالها اللي هي المغنية وهنا في انتفضح الامر دياله وكانت مناسبة انها تهم بالخيانة الزوجية وهنا في النشحات لها الخطة فالسيدة اللي كان يعني بالرغم من هذه الخيانة كان دائما يبغي المغنية كائما يأشقها كائما يعني بوحد الجنون بالرغم انه كان طعم عفلان بالاموال دياله والحفلات وكان يعني مبليء بالقمار على اين فهذه السيدة اخواني اخواتي ليحاول انه صحح يعني هذه المشاكل اللي وقعت بينه امه بين المغنية وحاول انه يتطالح مها ويتطالح مادة دياله ويعتذر لها فكان مشا المهرجان باش يكون واحد صلح ولكن لا شيء ما هاد القابل سيدة يعني كانت منع منعا تاما انها تقابل مع هاد السيد يعني بترطاده فهذا الشي اللي يخلق له واحد الازمة يعني الصحية من بعد ما يعني تخنق يعني ومشال الاسبطار وكم مشتوه في الفيديوهات اللي موطقة في المواقع التواصل الجماعي اده الاسبطار وتعالج وكان في واحد حالة سيئة وهذا مغنية اللي مرح ما توش فعلا وهنا فنجت يعني الفرصة انه يغادر المغرب يعني في اتجاه يعني البلد دياله البحرين وليستقبلوا استقبلوا لائلة دياله واحتى اصدقاء دياله والمغنية قاتل يعني هنا في المغرب يعني كتراقب هاد المشهد دياله هاد الزوج ديالها او الطالق ديالها يعني وهادش اللي يخليها انه ينتاقم من هاد السيدة يعني ويطالب اخيرا بالحقوق دياله خصوصا وامام التعنت ديال هاد المغنية على اساس انه وما تسلمش لابناء دياله يعني غير باش يشوفهم او لا باش يزورهم فمنعا تاما انها تكون اي زيارة ولو غير في الليف في الهاتف فهي يعني منعاتتش كامل على زوج ديالها فهنا في انوقعات يعني واحد خصام بناتهم وهنا في انوقعات واحد عذاوة كبيرة بناتهم بهذا المناسب اخواني اخواتي طالق ديال ليحاول انه يفتحها يعني سواء في مواقع التواصل الشمائي والاخطر من هذا انه غير ورطها يعني في مشاكل اللي هي كبيرة جدا كتعلق بالحساب حمزة مومبيبي وعنده ما يفيد وعنده ادلة اللي كتأكد بان هاد مغنية فعلا كانت كتسير الحساب ديال حمزة مومبيبي وهاد شي اللي كيشكل خطر كبير على المغنية وان هاذك المحكمة النقد لطالما اننا كنا نتاظروا الرد فغيتم اعادة نظر في حاز ما اذا فعلا كشف هاد الطريق ديالها عن المعلومات اللي كتبت اذا كانت كتبت فعلا انها صاحبة الحساب حمزة مومبيبي وحنا فعلا يعني عارفين هاد القضية لكون ان المحكمة اني بمدينة مراكوش اني حكمات عليها بسانة سجن النافذة كنما كانش تيهام مباشر هاد المغنية ما كانش غايكون الحكم على هاد المغنية فعلا اين اخوان اخواتي فامام هاد التطورات المغنية اللي دائما كتحاول باقوى جهد ديالها وكتطالب يعني هيئة الدفاع انهم يحاولوا يطويوا هاد الملف عن اه عن قبيع يعني كتحاول ان هاد الملف يعني يتم طيو نهائيا لكن لا شيء من هاد القبيل اخوان اخواتي شواء على اين هاد طريق ديال اهد المغنية من بعد ما اسمع يعني غير كشف واحد المعلومة ان هي اه مهمة وكتأكد ان المغنية فعلي ما تخوش للسجن فهو سال انه يحاول انه يفتح المستور يعني ويكشف بعض المعلومات احد القنوات باش يتم فضح هاد المغنية ويدخل للسجن ويتنفذ حقها هادك الحكم الصادر ليه واسينا سجنا نافيدا وهادش اللي خايفين منه العائلة ديالها وخايفين منها كذلك هاد المغنية اللي صراحة را هي غير كتبية را صار فرحانة ولكن را كتعيش اسوء الايام ديالها بسبب يعني هاد الطالق ديالها اللي خرج لها مجزب صراحة خرج لها مجزب ويكتحاول يعني بشتى الوسائل انها يعني اه تحاول اه طالبه انه يوقش يتكلم في هاد القضية او يتكلم في المواضيع اللي كتتهم يعني المغنية ولي كتتهم العائلة خصوصه انه حالف بالحلوف انه انتاقم منها الشد انتقام فصراحة اخواني اخواتي الدنوب ديال هادوك الضحايا ديالحيساب حمزة موبيوض الضحايا اللي لازم انه متنصفه وليكن شوفه العكس اخواني اخواتي اخواني اخواتي حتى لا اطيل عليكم نكتفي به هاد القدر في انتظار ما هو جديد فما تبخلوش لنا باللايكات ديالكم وكذلك البرتاج ديالكم باش دائما توصلوا بما وجد بخصوص القديد الحساب ديالحمزة موبيو دياله المغنية دمتم في رعاية الله والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته اشتركوا في القناة